السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله ورحبا بكم في قناتنا المتنوعة اليوم سنحل اختبار الفصل الاول في مادة لغة العربية للسنة الثانية ابتداء الجيل الثاني سنجعلكم الموضوع في صندوق الوصف يعني لو سيوجه في صندوق الوصف بدون حل تقدروا تنبريمي وتحلوه مول ما تحلوه روح قرن الأجوبة لكم مع التصحيح لحنضروه الآن اذا هيا نبدأوا مع بعض كما قلت لكم في المرات اللي فاتت النص كيكون عندكم نص عربية ولا فرنسية دراسة نص تقرأوا النص زوج مرات ولا ثلاثة ثلاث مرات ابقى تقرأوا كامل الأسئلة وتعودوا تقرأوا النص مرة واحدة اكواري حين شغل الأجوب يجي وكن في راسكا هيا نقرأوا مع بعض سفرت سيهام مع عائلتها إلى الريف لقضاء العطرة فأبهرها جماله ومناظره الجميلة والخلابة فقالت لأبيها أنا أحب الريف لأن الحياة فيه هادئة والهواء نقي والأشجار كثيرة ومثمرة والبيوت هنا قليلة ومتباعدة عن بعضها البعض إذن وش فهمنا في المصر؟ بالليسيهام راح تلريف باش تجوز العطلة تحها لفاقونس ديرها أبهرها يعني أدهشها عجبها بزاف جماله الجمال تعود المناظر الجميلة لكين فيه الجميلة والخلابة الخلابة هو المرادفة الجميلة خلابة يعني جميلة فقالت لأبيها قالت له البابها أنا أحب الريف لأن الحياة فيه هادئة قالت له نحب الريف لأن الحياة فيه هادئة يعني كالم والهواء نقي لهوانقي ما كاش بزاف المصانع ليتلقوا الدخان ليلوث الجو ما كاش بزاف سيارات ما كاش بزاف شاحنات كذلك ليتلقوا هادئة الدخان ليلوث الجو وتاني كين الأشجار أشجار كتيرة والمثمرة والبيوت هنا قليلة ما كاش بزاف ديور فيها ومتباعدة عن بعضها البعض يعني الحالة مشي مكتضل تمك نروح الآن مباشرة إلى البناء اللغوي ضع سطرا تحت العنوان المناسب للنص أعطى لنا الدخول المدرسي جولة في الريف مباراة كرة القدم إذن على وش راهو يهتر لنا النص هل راهو يهتر على الدخول المدرسي لا لا جولة في الريف نعم أو يهتر على السهام لراحة لقضاء العطلة في الريف مباراة عن كرة القدم لا لا إذن الجواب الصحيح هو جولة في الريف ماذا نجده في الريف إذن في السطر الثاني قالت أنا أحب الريف لأن، وعلاش؟ الحياة هادئة، الهواء نقي، نصيبوا الهواء نقي، الأشجار كثيرة ومثمرة، نصيبوا بيوت قليلة متباعدة عن بعضها البعض، إذن نصيبوا بيوت قليلة ومتباعدة عن بعضها البعض. إذن نجدوا في الريف حياة هادئة، هواء نقي، أشجار كثيرة ومثمرة، وبيوت قليلة ومتباعدة عن بعضها البعض. إملأ الفراغ بهاتاني، باكرا، هل؟ لم. في يوم الدخول المدرسي، استيقظ الأطفال. إذن تسييوا هاتاني، لا لا باكرا، نعم استيقظ الأطفال باكرا. تلميذتان مجتهدتان، إذن تلميذتان مجتهدتان، واش نقوله؟ نقوله هاتاني، تلميذتان مجتهدتان. سنذهب إلى السينما يا أبي، وداروا علامة، واش داروا؟ علامة استفهام. إذن هاتا عبارة على واش، على سؤال. هاتاني درناها باكرا، درناها. هل سنذهب إلى السينما يا أبي؟ نعم. هل تترك البنات ولا حبة زيتون مرمية على الأرض؟ إذن لم تترك البنات ولا حبة زيتون مرمية على الأرض؟ استخرج من النص حرف جر، اسم مجرور، فعل وضمير. إذن نروح مباشرة إلى النص. نبدأ نستخرج حرف جر. سافرت سيهام مع عائلتها إلى الريف، إلى حرف جر. مع حرف جر. اسم مجرور يجي مباشرة مرحف الجر. إذن الريفي، اسم مجرور. إذن هنا نستخرجنا حرف الجر، لهو إلى اسم مجرور الريفي. قالونا كذلك نستخرج فعل وضمير. إذن فعل مثلاً سافرت عبارة عن فعل. أبهرها أحب المهم. استخرجوا واحد. ضمير مثلاً أنا. أنا عبارة عن ضمير متكلم. إذن هذه هي ونستخرجنا كامل واشطلبونا. نروح الآن. ثلاثة. أكمل الجمل حسب المثال. أنت جمعت الزيتون. نحن جمعنا الزيتون. أنتن جمعتن الزيتون. أنت ترتب أدواتك. أدواتك. أنت ترتبين أدواتك. أنتم ترتبون أدواتك. نروح الآن مباشرة إلى الوضعية الإدماجية. رتب الجمل لتحصل على فقرة لها معنى. ثم تجمع حبات الزيتون في صناديق. يقطف الفلاح الزيتون من الأشجار. فنتحصل على زيت زيتون صافي ومفيد للصحة. يغسل الزيتون ويعصر في معصرة. إذن معلوه الكامل يقطف الفلاح الزيتون من الأشجار. ثم تجمع حبات الزيتون في صناديق. يغسل الزيتون ويعصر في المعصرة. لا تحصل على زيت زيتون صافي ومفيد للصحة. إذن الوضعية الإدماجية سهلة وبسيطة. فقط ترتب الجمل. إذن هذا هو الموضوع الثانية اليوم. إن شاء الله ستكونوا فهمتوا. أي حاجة ما فهمتوا هاش قلوا لي في التعليقات. وما كان حتى مشكلة إن شاء الله نجاوبكم. مع السلامة وبالتوفيق إن شاء الله. السلام.